ما أريد أن أبدأ به بداية هو أن أقول أن الثورة الفلسطينية عندما انطلقت في عام 65 أو أعلنت عن انطلاقها في عام 65 كانت تؤكد أنها فلسطينية الوجه وعربية العمق وكان شعارها هو اللقاء على أرض المعركة وأن الأرض للسواعد الثورية التي تحررها لأنها كانت تعلي قضية التحرير على أي شيء آخر وعندما انطلقت الثورة في ذلك الوقت انطرقت لتواجه تأزم شديد لأن جيل النكبة انخرط في الأحزاب العربية كما يعرف الأصدقاء والأخوة الأعزاء على اعتبار أن هذا سيكون هو المدخل للتحرير والسورة الفلسطينية كان الفكرة الأساس التي تحكمها أنه على من وقعوا تحت النكبة أن يبادرهما في المواجهة وأن المواجهة لا بد أن تكون بالمقاومة وبالكفاح المسلح وأنه لا غنى عن المقاومة من الكفاح وكانت تؤكد دائما أن الكفاح المسلح يزرع والعمل السياسي يحصد ومن لا يزرع لا يحصد هذه أفكار أساسية وهناك مد وجزر يحصل دائما لكن المهم أنه جذوة المقاومة تظل دائما مستمرة وهناك تحصل انتكاسات ليس بالضرورة يكون وراءها سوء النية لكن قد يكون وراءها الخطأ في الاجتهاد والآن ليس الوقت وقت تلاوم لكن ما جرى الآن هو نتيجة عوامل متعددة تتحمل فيها القيادات الفلسطينية والمقاومة تتحمل نصيبها من المسؤولية لكن أيضا تتحمل نظام العربي والأم العربية وحلفائهم بس بالأساس المنطقة العربية مسؤولية كبيرة فيها بما فيها قيادات هي الظروف التي قادت إلى أوسلو لأنه نحن الآن نحصد 30 سنة من مسار سياسي أو معين أنا لا أريد أن أقول هذا لننكى الجراح لكن لأني أريد أن أؤكد أنه لا بد أن ننظر إلى الصراع القائم حاليا يعني نظرة متعمقة ومعتبرة لما جرى وما يجري ما جرى أكد مركزية القضية الفلسطينية على وجه الخصوص للأم العربية أنها قضية حية وأنه لا يمكن شطبها أو تجاهلها أو التعامي عنها وهو أيضا أكد أن أمتنا العربية والإسلامية تملك عقيدة قتالية سامية لا أظن أن هناك من يملكها كما تملكها أمتنا والتي ظهرت في هذا الأداء المبهر في غزة كما ظهرت قبلها في قلعة الشقيف وفي الكرامة وفي حصار بيروت وهذا سيستمر مهما كانت النتائج في غزة لأن حماس كما هي موجودة في غزة موجودة في لبنان أيضا وموجودة في فلسطين أيضا لسبب برسيط أن شعبنا موجود في لبنان وموجود في الأردن لكن أريد أن أقول أيضا أن المقاومة ستستمر ليس فقط لأن هناك فلسطينيين في الأردن وفي لبنان لأن أريد وأؤكد أن الثورة الفلسطينية لم تدعي عند انطلاقها أنها ستقوم بعملية التحرير لو كانت ادعت هذا لا أظن ما قامت كانت ترى أن هي المفجر لإرادة القتال في المنطقة العربية وفي دول الطوق ما حدث عوض أن تتفجر إرادة القتال كان في الأردن عوض أن تتنامن روح القتالية حصل أن أخرجت المقاومة من الأردن ثم أخرجت من لبنان وذهبت إلى المنفى في تونس وحدث ما حدث ما تعرفونه هذا ممكن يتكرر والإيمان بالانتصار القادم لا يكفي لأن هناك ظاهرتين أنا أظن يعني الوقت لازم أعاقذه في الاعتبار هناك قضيتين أساسيتين أريد أن أقولهم العدو الصهيوني ليس عدوا همجيا هو عدو عقلاني وحداثي على أصول الحداثة لأنه عدونا يفتقد لمنظومة قيم القيم بخصوصيتها أنها تضع أهداف مجردة هذه الأهداف تحكم السلوك الآن وبالتالي من ليس له منظومة قيم لا يستطيع أو لا يريد أو ليس في ذهنه أن يتوقع ما هو مردود أفعاله على المدى الطويل العدو هو عدو إجرامي بكل معنى الكلمة لأن ما يريد أن يستهدف في حقيقة الأمر هو أن يزرع في شعبنا إحساس أنه لا حول وله ولا قوة وأن ليس له إلم أن يضع رأسه تحت المقصلة أو أن يستسلم هذه الحقيقة وهي حقيقة في رأيي في غاية الأهمية تقتضي منا أن نضع الأولوية لسلامة شعبنا كما نضعها لسلامة قوانا المسلحة المقاتلة لأنه لا مقاومة إلا بالشعب ووجود المقاومة مرهون بوجود الشعب فلا يصح لا يصح للعمل المقاوم المسلح لهو واجب ولهو فريضة شرعية والذي والذي نحن نعرف من لم يجاهد ولم يحدث نفسه بالجهاد يعني مات على شعبة من النفاق لا يصح إلا وأن نضع سلامة شعرنا ومقاومات وجوده صفا بصف سلامة المقاومة ومقاومات وجودها هذا يجب يكون شيء أساسي لأنه من هكذا يعني ضربت المقاومة والثورة في أكثر من مرة سابقة هذه قضية أساسية القضية الثانية الأخرى التي أريد أن أقولها وممكن أقولها بطرق مختلفة منها ما دام التضامن مع المقاومة الفلسطينية تحت شعار التضامن والمساندة فهذا يعني أننا الآن يعني لسنا على الطريق الصحيح النظام العربي بشكل عام الإقليمي يتعامل مع عوارض قضية فلسطين لا يتعامل مع المشكلة كالمريض الذي يأتي وتعطيه أسبرين عنده سرطان تعطيه أسبرين القضية الفلسطينية في أساسها قضية احتلال وتستطيعون أن تلاحظوا كيف أن عوارض المشكلة تكبر وتكبر ما جرى في العراق وما جرى في سوريا وما يجري في السودان وما يجري في اليمن وتكالب كل الأمم علينا مرهون بمخططات معينة في القلب منها هو مشكلة فلسطين والاحتلال الاستعماري الصهيوني الفلسطين ما لم والأستاذ نور الدين القربال العزيز سأل ما هو الدور وما هو دور الأحزاب يعني هذا يعني أن يجب مواجهة العدو الصهيوني والوعي بأنه يتهدد مستقبل المنطقة ككل أن يكون في جوهر يعني تطلعات مجتمعاتنا الأهلية وأحزابنا ناهيك بالأنظمة لأنه النواية الطيبة وحدها لا تكفي ما لم يكن هناك يعني تفعيل للإرادة والثورة الفلسطينية في الأساس كان هدفها منذ أن انطلقت كانت أساسها أن تصنع وتوفر الظروف المواتية لولادة الإرادة العربية المقاتلة هذا إن لم يتحقق وإذا ظل محصور بالفلسطينيين أو ظل محصور بالمنظمة هذه أو المنظمة تلك لن يجد فتيلا إلا عندما يتحول إلى مقدرة على استنهاض الإرادة العربية لهذا كاختصار لما أقوله لأنني أظن أنا تجاوزت العشر دقائق كاختصار لما أقوله أقول أنه المرحلة القادمة يجب أنه تحمل أكثر من شعار منها أن فلسطين لا تقبل القسمة لأن هناك مشاريع قادمة فلسطين لا تقبل القسمة وهذا لا يستسني فلسطين الصمود اللي هي أراضي المحتلة عام 48 وليس فقط قطاع غزة والضفة الغربية قضية أخرى قضية أخرى أنه يجب أن تكون الوحدة الوطنية هي أساس المرحلة القادمة على الساحة الفلسطينية الخطاب الفصائلي كل فصيل له خطاب لكن عندما يكون الخطاب الفصائل الخطاب الفصائلي خطابا فصائليا معظم ولا يكون خطابا وطنيا يعني هناك في مشكلة يصبح الخطاب وأصحابه مشكلة في تطوير العمل النضالي وليس عاملا لتصعيد الفعل النضالي والقضية الأخرى التي أريد أني أقولها وأرجو أنه لا أعتبر لا أعتبر أني أنا مثالي فيما أقوله وأنا متأكد أنه هناك على الأقل الأستاذ عبد الله يعني لا يخلفني كثيرا ولو أنه هذا لا يمنع أنه يقولي زدها لكن أنا أتصور أنه قضية توحيد الإرادة العربية على مستوى الإقليم العربي قد أصبحت قضية مصيرية يعني وإلا سنمضي قدما يعني أنا البارحة والبارحة كلكم تسمعون الحوثييون العبارة وراهم الموت لأمريكا الموت مش عارف الموت لإسرائيل واللعنة عارفين كيف لوين جاي نحن نحتاج هذا خطاب هذول يفعلوا شيء على الساحة لكن نحن بحاجة إلى شيء في تصور يعني أكثر نجحا يجب أنه موضوع وعدة الإرادة العربية على مستوى النظام الإقليمي تكون قضية حاضرة وإلا ستزداد عوارض عدم الاستقرار والمشاكل في المنطقة العربية موجودة وسنستمر في علاج العوارض نحن عندما نحاول أن نمنع تهجير الفلسطينيين نحن لا نقدم حل المشكلة الفلسطينية إنما نسمح لهم بالموت جوعا والموت عطشا والموت مرضا والموت بالقنابل بالأفران المدفعي نضع نضع في صلب اهتماماتنا سلامة أهلنا وسلامة شعبنا لأنه من غير هذا لا سلام للمقاومة ولا مستقل للمقاومة وأنا في كلمات ثلاثة أختم فيها الكلام يعني أو كلمة واحدة أنا آمل أنه تنقشع أحداث غزة ونلتقي في وقت قريب وأن الظروف تكون أفضل شكرا أخير 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 أخير